اذاعة سلطنة عمان وعلى قدرته على الاستفادة من هذه الآراء والأفكار بما يخدم تطلعاته إلى مستقبل أفضل وحياة أسعد وأجمل أتمن معكم على الهواء مباشرة ومع برنامج البث المباشر البث المباشر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم دائما وأبدا مستمعين الكرام في برنامج البث المباشر رحلة جديدة نقضيها برفقتكم من خلال برنامج البث المباشر ونحاول أن نعرض عليكم موضوعا جديدا نرحب بكم بداية حيثما كنتم في ربوع هذا الوطن الغالي وخارجه لهذا اليوم السادس من شهر ديسمبر لعام 2017 مع الكثير من الأحداث المرافقة والمصاحبة التي تبعث على الفخر كما سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم يعني من الجدير للذكر أننا نتحدث عن الأحداث المرافقة لهذين اليومين على الأقل بالأمس كان هناك حفل توزيع جائز السلطان قابوس لعمل التطوعي في الدورة الخامسة وتم تكريم العديد من الأعمال التطوعية المنجزة والفارقة والمهمة في مسيرة العطاء والتطوع والمؤثرة بالنسبة لنا هنا في هذا الوطن والملهمة لنا أيضا لنقوم بما هو أكبر وأكثر من أجل وطننا من أجل مجتمعنا من أجل رسالتنا نحن كعمانيين هذا كان بالأمس اليوم صباح هذا اليوم تم افتتاح ملتقى استشراف المستقبل والذي يأتي في إطار صياغة رؤية عمان 2040 ملتقى استشراف المستقبل المستمعين الكرام نعدكم بحلقة خاصة في الأسبوع المقبل هذا الموضوع يحمل أهمية قصوى لدينا ولدى الجميع لصياغة مستقبل عمان في خطة عشرينية قادمة طبعا بعد أن تنقضي عشرين عشرين بعد عامين من الآن تقريبا تحمل تفاصيل جدا مهمة حول عمان المستقبل وبإذن الله سنحاول تغطيتها بطريقة متميزة هذه الأفكار الجميلة التي تحيط بنا حفل بالأمس حفل اليوم صباحا وتتحدث في موضوعات رائعة ورائدة ومهمة نتجه الآن إلى موضوع جميل بصاحبه واليوم سنعرض لكم تجربة مستمعين الكرام كما عرضنا مجموعة من التجارب في شهر نوفمبر نسعى أن نواصل هذه التجربة نعرض فيها مجموعة من الأعمال التي قام بها شباب عمانيون أسسوا أعمالهم الخاصة خاضوا تجاربهم كافحوا من أجلها وقاتلوا من أجل الوصول إلى أحلامهم ووصلوا هذا الطريق الذي نتحدث فيه عن مجموعة من الطموحات العصية لدى البعض التي في متناول اليد لدى بعض آخر ولكنها في كل الأحوال لن تكون يسيرة وسهلة وهكذا تمنحها الحياة لا تجود بهذه المنجزات إلا لمن يستحقونها ولمن هم جديرون بها وهذا اليوم بإذن الله سنتحدث عن أحد هذه الشخصيات التي كانت جديرة بما أنجزت وجديرة بما استحقت من نجاحات شخصيتنا لهذا اليوم أو ضيفنا ضيفنا الذي سيحدثنا بالتأكيد عن تجربةه مع عمله الخاص الذي قام به والذي يفتح لنا نموذجا آخر من نماذج الشباب العماني الذين يبدأون أعمالهم ثم يسودون ثم يصلون بعدها إلى مرحلة الريادة في أعمالهم وبالتأكيد نتعلم من تجاربهم الناجحة ونتداولها ونتشاركها على الملأ كما نفعل هذا اليوم في برنامج البث المباشر المهندس وائل بن راشد المحرزي أهلا بك معنا في برنامج البث المباشر أهلا أستاذ أحمد وحياكم الله وشاكر لكم سبافتكم الكريمة بارك الله فيك نحن نشكر جهود الشباب وبالتأكيد هذا جزء من شكر جهود الشباب ودفعهم وتحفيزهم إلى ما هو أفضل بإذن الله أخي المهندس وائل بن راشد المحرزي بالتأكيد وائل رايحي يحدثنا مستمعين الكرام يعني في جزء من طبيعة عمله ومن طبيعة عمل المؤسسة التي أنشأها عن أنظمة حماية الأرواح طبعا وائل بن راشد المحرزي أو المهندس وائل بن راشد المحرزي صاحب شركة أمان لهندسة الوقاية من الحريق وأيضا هو المدير التنفيذي لها من خلال التفاصيل القادمة سنتعرف على تجربة وائل كيف أتت فكرة هذا العمل من أين؟ أين اتجهنا بتفاصيل حياته المرافقة لهذا العمل متى كانت محطات النجاح متى كانت محطات صعوبات متى كانت هناك محطات إخفاق إن حدث ذلك بالتأكيد كل هذه الأفكار سنتداولها ونعرضها في برنامج البث المباشر حلقة هذا اليوم أنظمة حماية الأرواح والحديث عن تجربة أمان الهندسة الوقائية من الحريق هذه المؤسسة التي أسسها المهندس وائل بن راشد لمحرسي ننتظركم مستمعين الكرام بكل تأكيد أنكم تكونوا حاضرين معنا من خلال تواصلكم على أرقام البرنامج ممكن اللي حابين يفتحوا مشروع مماثل يعني ضيفنا العزيز لا يمانع تشارك تجربته وخبرته لدى الشباب العماني نحن بالتأكيد إخوة في ظل هذه الأمة التي يقودها صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه ونسعى أن نتشارك كل ما هو جميل بيننا لنكون أجمل وأكثر رقيا وأكثر تحضرا وتمدنا بما نقوم به بالطبع أهلا بكم دائما وأبدا في برنامج البث المباشر لهذا اليوم ونعود لكم بعد فاصل قصير أجمل تحايانة من طاقم البرنامج في الإعدادة الزميلة عائشة البلوشية في التقديم محدثكم أحمد كالباني وإخراج عمار لبلوشي موسيقى وفي بأبيض أحمار أنا أخضر سلام الحي لحيانة تشيلك بالفخار عيون يا رأيات اعتليها الكون تشيلك بالفخار عيون يا رأيات اعتليها الكون حماك السيف والخنجر ومجد انت ميزانة حماك السيف والخنجر ومجد انت ميزانة سلام حي لحيانة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البث المباشر منكم أقرب اشتركوا في القناة والذين قدموا نموذجا ربما في العمل الخاص الذي يمثلهم ويمثل توجهاتهم لدينا المهندس وائل بن راشد المحرزي المدير التنفيذي وصاحب شركة أمان لهندسة الوقاية من الحريق نرحب بك مجددا المهندس وائل أهلا وسهلا حياك الله وربما تكون بدايتنا في هذه القصة وهكذا نحب أن نطرح هذه التجارب بهذا السياق انت خريج تخصص هندسة ايش من الهندسة عندك؟ في البداية طبعا بدأت دراسة في جامعة سلطان قابوس في دراسة مجال الهندسة المدنية جميل تخرجت في سنت كم كنت دخلت جامعة سلطان قابوس؟ دخلت في 2003-2004 وتخرجنا في 2009 طيب طيب قلت الهندسة المدنية طيب حكي لي قصة الهندسة المدنية ومتى ومتى اندلعت فكرة الحريق في مخيلتك؟ طبعا فكرة الهندسة المدنية هذه الدراسة طبعا في جامعة سلطان قابوس وأثناء الدراسة كان في معانا برنامج تدريب في الصيف كل الطلبة طبعا لازم يروحوا يشاركوا في طلاب الجامعة في هذا التخصص كل الطلبة يروحوا في شركات ويتوزعوا على مختلف الشركات جميل وكان لنا النصيب طبعا أن توزعت على أحد المشاريع اللي هنا في ذاك الوقت طبعا كان مشروع المطار مطار مسقط في مرحلة التصميم في ذلك الفترة وبدأت مع شركة اسمها كوي شركة دانماركية دخلنا تدريب ومرين على عدة أقسام من بين الأقسام اللي مرينا عليها طبعا اللي هو القسم اللي يهتم بهندسة الوقاية من الحريق طيب وهنا بدأت الفكرة هذه هنا بدأت الفكرة ليش لأن المدير القسم هذا طبعا هي مهندسة كندية شافت اهتمامنا طبعا في الموضوع وبدأت أيضا هي اهتمامها ليش أنت أو ليش أنت ما تيجي معنا وتبدأ تدريب أكثر وبعدين نحن والله راح نرسلك ماجستير ونطوقلك أكثر في هذا المجال يعني نوظفك عندنا تشتغل وكملك دراستك وما إلى ذلك بالضبط طبعا خلال هذه الفترة وصلت أنا الدراسة في الجامعة لحد ما خلصت الهندسة المدينة طيب خلينا محطة محطة متى كانت فترة التدريب اللي تعرفت فيها على فكرة الحرائق ومكافحتها سنة كم؟ فعليا في صيف 2008 هي اليوم أو الفترة اللي فعليا أنا بدأت أعرف عنها عن أنظمة الحريق وهذا المدينة يعني قبل تخرجك بسنة بس عرفت عن موضوع مكافحة الحرائق بضبط طيب كم من النقطة اللي كنت أود تحدد عنها؟ طبعا خلال هذه الفترة بعد مرحلة التدريب والصيفي والرجوع للجامعة دخلت في عقد مع هذه الشركة اللي هو عمل جزي أداهم تقريبا يومين في الأسبوع جميل خلنا نسألك في تفاصيل هذا العمل الجزي كم كان راتبك؟ والله كان بسيط يعني تتكلم على ميتين وخمسين ريال جميل يعني شيء بسيط جدا أنا داهم في الجامعة ميتين وخمسين ريال نظير إيش؟ يومين في الأسبوع معهم أتدرب وأشتغل في الأشياء اللي تطلب مني وتكمل في نفس الوقت؟ نفس الوقت أدرس في الجامعة اللي هي تقريبا ثلاث أيام موزع جدولي كذا ثلاث أيام في الجامعة ويومين في هذه الشركة تدرس الماجستير في جامعة السلطان قابوس؟ لا والبكالوريوس البكالوريوس تخرجت بالبكالوريوس ومباشرة نلتحق طبعا بالشركة هذه فل تايم طيب نزين والفل تايم هذا كيف كان راتبك؟ والله البداية كانت جدا بسيطة يعني مع هذه الشركة مع أنها طبعا كانت رواتبها ممتازة بدأينا مع حواري 700-700 وحاجة أما أذكر بالضبط الرقم هذا الكلام سنة كم؟ سنة 2009؟ بس على 2009 يعني هذا ينظر لأنه راتب ذلك أنا أقول لك يعني رواتب الشركة هذه في ذاك الوقت وفي هذا المشروع كانت ممتازة جميل تفاصيل كثيرة تدور في البال أننا نتداولها أكثر من المحاور التي عدت لأنه نناقشك فيها يعني المهندس وائل بن راشد المحرزي صاحب شركة أمان لهندسة الوقاية من الحريق ذكرت أنك بعد 2009 اشتغلت فول تايم مع هذه الشركة الدينماركية في أنظمة حماية الأرواح أنت تدرس في نفس الوقت ثلاث أيام في الأسبوع ويومين تداوم معهم بس بعدين كملت بشكل رسمي بمرتب 700 ريال بعدين إيش صار عندك في هذه الشركة؟ والله خلال هذه المرحلة كان أكثر هي بالنسبة لمرحلة تعليم مرحلة تعرف على المجال مرحلة احتكاك بالمهندسين بحكم أن المهندسين اللي موجودين من مختلف المجالات ومختلف الجنسيات تكلم عن جنسيات متعددة في ذاك الموقع ونفس الوقت ارتباط بالعمل كان ارتباط قوي بحيث أني أنا أتعلم خدر الأمكان جميل في بداية عملك أنت تتعلم في بداية عملك الناس تستقبل أسئلتك بس بعد فترة وبعد ما يعتمد عليك أنك أنت مهندس صعب هنا جزئية جدا مهمة وأنا راح أتحدث عنها الآن لكن أريد أسألك أنت بعمر كم التحقت؟ يعني وائل كم كان عمره لما بدأ يشتغل بشكل رسمي في الشركة؟ والله يقول 23 يعني 23-24 سنة طيب هناك فكرة يتم تداولها في القطاع الخاص حول أن العماني كفاءة جيدة ويمكن الاعتماد عليها بشكل كبير لكن حينما يعمل في القطاع الخاص إلى جوار مجموعة من الكفاءات الأجنبية الكفاءات الأجنبية ترفض تعليمه تأهيله تدريبه أو ترفض حتى أنها تنقل خبرتها لهذا العماني قلقا من أنه يحل محل هذه الخبرات من خلال تجربتك واشتغالك وأنت ذكرت أنك تحتك بمهندسين من تجارب وأفكار وثقافات مختلفة هل حدث معك هذا الأمر أم ما حدث؟ والله طبعا تختلف تجربة الأشخاص تختلف التجارب في الشركات تختلف أيضا سياسة الشركات من شركات أخرى لكن بالنسبة لنا كتجربة التي وجدتها لحد اليوم لحد اليوم إلى يومك هذا كل المهندسين التي احتكيت فيهم سواء أيام كنت أشتغل في شركة أو بعد ما فتحت شركة وجو مع أي مهندسين الانطباع أن كل الناس تحاول تشير تتشارك بمعرفتها مع الطرف الآخر بشرط بشرط أن الطرف الآخر يبدي اهتمامه ويكون مسؤول قد المسؤولية يعني إذا أعطيتك مهمة تنجز المهمة لكن إذا ما أعطيتك يعني إذا أعطيتك مهمة وأهملتها طبيعا لي ما راح أرجع لك مرة ثانية بمعنى إذا أنت جدير بالمعرفة اللي عندي أنا بعطيك أما أجلس أحط سوالف وأعلمك وأتعب وأضغط نفسي وإنت أصلا يعني ما شاي الموضوع جد من باب أولى أن ما راح يهتم فيك هل تمارس هذا الفكرة؟ أننا داخليا داخل المؤسسة طبعا قدر الأمكان حتى الشخص اللي ما يهتم جالسين ندفعها للأمام لكن ماك الإدارة جاهزة أنها تضيع وقت وتدفع الناس للأمام والله هذه مفاهيم كثيرة في غاية الهمية ومفاهيم كبيرة وعميقة جالسي طرحها الآن وائل على الهواء مباشرة عبر إذاعة سلطنة عمان وبرنامج البث المباشر طيب تشاركت هذه الخبرات ونقلت مجموعة من المعارف بعد ذلك؟ بدأ طبعا خلال ذلك الفترة خلينا نقول بدأت فكرة تتبلور فكرة أن المكتب الاستشاري وقبل طبعا فكرة المكتب الاستشاري كانت الفكرة الالتحاق بهذه الشركة أني راح أواصل الماجستير معهم طبعا أني أنا مهندس مدني وأشتغل في مجال آخر لبعض أشوفها والله نقطة ضعف أنك أنت كيف تشتغل في مجال آخر من الشركة هذه لبداية برنامج الماجستير وما كان برنامج فعليا سهل كم استغرقت الموافقة على سنتين تقريبا؟ ونت تكافح في موضوع أنك تكمل دراسة الماجستير؟ بالضبط طبعا في نقاشات رايح جاي رايح جاي لحد ما جات الموافقة وجات الموافقة على برنامج طبعا دراسة وأنا على رأس العمل يعني كنت أقرطيهم سبوعين في بريطانيا وثلاث أسابيع في عمان سبوعين في بريطانيا وثلاث أسابيع في عمان لحد ما خلصت الماجستير طيب وائل كان مرتبط في هذه الفترة أم لا كان مرتبط؟ أنا تزوجت قبل لا أتخرج من الجامعة ما شاء الله أنا تزوجت في 2008 بمعنى أنك وانت في طور الدراسة والعمل كنت أيضا مرتبط ولديك أسرتك المسؤول عنها طيب نكمل التفاصيل هذه بتفصيل أكبر يعني أشعر أن هناك جزئيات يجب أن أتعرف عليها في تفاصيل لأن طبعا بدأت عمل قبل العمل قبل لا أشتغل في الشركة الدينماركية وأثناء عملي كنت أشتغل شغلة ثانية أيضا بحكم طبعا اهتمامي بالكمبيوتر والدفلوبمنت تبع سوفت ويرز والهارد ويرز تبع الكمبيوتر كنت أبيع وأشتري في الكمبيوترات ويسالفتك الدوائل يعني أنت تخصصك النساء مدنية لا اهتمامك الجزئي لعلاقة ولا حتى اهتمامك في العمل البعرفة المهمة طبعا التجارة ما تحدك على جانب واحد طبعا مرحلة اللي هي تجارة الكمبيوترات طبعا بدأت الممارسة أو الاهتمام بالكمبيوتر بمرحلة متخدمة اللي هي مرحلة أيام الإعدادية بالنسبة لي ذاك الوقت الكمبيوترات بسيطة والإنترنت بطيئة جدا لكن كان عندي اهتمامات بما فيها الهاكرز كذلك وتطرق لهذه الأمور تعلمها للحماية فقط مش للاختراق آجي أصلحت الأمر طيب أنت ذكرت بأنك اشتغلت بشكل جزئي وأنت على رأس عملك في الشركة الدينماركية اشتغلت على مشروع يعني البيع التجزئة هذا نظر يعني كان بدعم من أحد والله دعم من كل الناس اللي وثقت طبعا أنها تشتري من عندنا وبحكم من الأسعار اللي نقدر نطرحها في السوق ما كان عمل خلينا نقول أنه عندي محل مستقل كان عمل أني شخصا أني أنا تاجر واجب مجموعات كبيرة وفي ناس والله اللي حاب يشتري طبعا في مجموعة جاية وأسعارها بهذا القيمة والناس تبدأ تشتري كانت كل مجموعة يعني أجيبها خلينا نتكلم شهريا ما أقل عن عشرين جهاز يروح بكل سهولة كم كنت تكسب من هذه الشغلة؟ والله ما أذكر الأرقام لكن كنت منها طبعا مستأجر بيت كنت عند طبعا عائلة كان لها مصاريف بالإضافة إلى مرتبك يعني بالضبط جميل كان كله على بعض خلينا نقول يغطي الحاجة في ذلك الوقت في مثل يعني المثل أنت الآن تنقض صحة بكل طرق يقول صاحب البالين كذاب ولكن وائل يعني اشتغل على أكثر من مجال وقدم نفسه ونجح طيب رح نتعرف على تفاصيل هذه القصة وعندي تحفظ الشخصي تجاهها مثل هذا المثال مستمعين الكرام يعني مثل ما قال وائل مفردة في غاية الأهمية يعني ما مشكلة أنت تدرس هندسة مدنية إن شاء الله إيش اللي يكون وإنت درسته ربما يكون عندك شغف آخر اهتمام آخر معارفك فيه وشغفك في الحصول على المعرفة فيه أكبر بكثير من الشهادة اللي أنت تخرجت فيها وتشتغل فيه وتنجح أكثر مما لو كنت قد عملت فيه مجال دراستك هذا مش تفصيل ممكن أنه يوقف واحد منه عند حد معين أو شيء من هالقبيل أو حتى عند حدود يعني الرجل يشتغل على أكثر من مستوى وأكثر من مجال وراح نتعرف على هذه التفاصيل طبعا تتركت هذه الشغلانة لما رحت للماجستير بطب طبعا بعد الالتحاق بالمجال اللي هو الهندسة اللي حماية من الحريق بدأت طبعا حرينا نقول عمل في مجال الكمبيوترات يقل بحكم ارتباط الدائم بوظيفة دائمة بدأ العمل في هذا يقل ونفس الوقت المجموعة اللي كنت تحولها طبعا كانوا طلبت جامعة وكان كثير ناس تحب تشتري وتحصل أسعار أفضل وكذلك في البلد كان كنت موجود رايح وجاي أكثر على البلد فكان سهل بالنسبة للبيع وكان سهل بالنسبة للتركيز بعد الماجستير صار فيه ضغط صار لا قبل الماجستير هذا طبعا كان فيه أن تواجدك في العمل من الساعة ثمانية إلى الساعة خمسة شغل حيز كبير وبعدين العائلة فجاءت فكرة أني أفتح محل لكن ما وصلت الفكرة أنشغل بموضوع الماجستير بعدها مباشرة جميل طيب رحلة الماجستير الآن أنت ذكرت بأنك درست الماجستير وين بالضبط؟ طبعا بعد الحصول على الموافقة قدمت للدراسة في بريطانيا في جامعة بريطانية اسمها يوكلان القبول كان فول تايم طبعا البرنامج تبعهم يطرح على كل مادة يطرح أسبوع تدرس يعني بدلا تطرح كخلينا نقول محاضرة ساعة ساعتين على طول الفصل لا تطرح بشكل متصل من بداية الأسبوع إلى نهاية الأسبوع يوميا من ساعة ثمانية إلى الساعة خمسة فالكورس يكون مضغوط فكان بالنسبة لي هذاك الأسبوع أخذ فيه المحاضرة الأسبوع اللي بعد أخلص الأساهمينس والأشياء المرتبطة به وأرجع بعدها يعني تضغط نفسك في أسبوعين؟ في هذاك الأسبوعين وأرجع هنا عشان تقضي شغلك؟ طيب هو أسرتك معك؟ طبعا لا أسرتي موجودين هنا في عمان ما كنت أشيقهم مع أي رائع طيب هذا ما كان يشكلك عبء اجتماعي بالتأكيد الروابط الأسرية هذه شيء صعب أن الواحد يعني يجمدها بطريقة أو بأخرى فما بالك عاد إذا كان ملتزم بالتجاهين العمل والدراسة وهناك بالتأكيد أسرة وهناك بالتأكيد أبناء ومسؤوليات كثيرة هل نفهم من خلال حديثك أن أسرتك كانت تدعمك؟ والله هذا الشيء لا شيء كفيه طبعا بالنسبة للأسرة خلال هذه الفترة كان طبعا طيب قدم لهم شكري استعال أترى نقول لك أول شيء يبدي بهذا طب خلال هذه الفترة كان معنا مولود طبعا تميم أكبر أولادي ما شاء الله الله يحرسي يعني خلينا نقول ما كان سهل خلال هذه الفترة أنه طبعا ما موجود برا البيت لكن الحمد لله رب العالمين عائلة مكفي هذا الموضوع وكذلك البلد والوالدين كذلك كانوا داعمين بحكم غيابك عن البلد وأنك ما موجود وغيره الكل كان ما قصر يعني خلال هذه الفترة الكل كان داعم فكرة دراستيك؟ ويشجع عليها ويشجعك؟ ويشجع عليها بما فيهم زوجتك؟ بما فيهم زوجتك وأولهم خلينا نقول طيب نوجه الشكر والتقدير بالتأكيد لها لأنه هذا أمر صعب يعني رحلة الكفاح هذه حينما يكون هناك زوجان يعني تحتاج إلى إيمان شخصين وليس شخص واحد وهذا الإيمان هو دافع أو جزء كبير جدا من نجاح هذا العمل وبالتأكيد حصل عليه المهندس وائل بن راشد لمحرزي مهندس في مجال أمان الهندسة الوقائية من الحريق أو أنظمة حماية الأرواح وأمان الهندسة الوقائية من الحريق لوقاية أمان الهندسة الوقائية نعم الوقاية من الحريق هذا عنوان أو اسم شركته أو مؤسسته الخاصة اللي هو أصلا المدير التنفيذي لها طيب تساؤل متى كانت بالضبط في أي عام رحلة الدراسة الماجستير متى بدأت وانتهت الماجستير بدأت في 2011 وانتهت في نهاية 2012 في نهاية 2012 بلضب وانت ما زلت على رأس عملك في الشركة الدنماركية اللي ذكرتها بلضب طيب وانت تدرس الماجستير هذه إيش جملة الأفكار اللي راودتك انت ذكرت أنه فكرة فتح مكتب استشاري جات لك أكثر من مناسبة وانت على رأس عملك بعدك ما بدأت في مشروع الماجستير ايش اللي صار عندك هناك؟ طبعا الفكرة الماجستير كان ممونة لموضوع فتح المكتب الاستشاري في ذاك الوقت كان المرسوم السلطاني يسمح بفتح مكتب استشاري بعد اكمال خمس سنوات خبرة بالنسبة لي حملت الباكلريوس وثلاث سنوات للماجستير فجاءت الفكرة أنه ليش خلال هذه الفترة ليش أنا ما أخلص الماجستير وأبدأ مباشرة موضوع المكتب الاستشاري هذا بعيدا عن شركتك الأصلية؟ لا طبعا يعني أطلع من الشركة اللي أنا أشتغل فيها وأفتح خلنا نقول مشروع جديد طيب يعني الفكرة موجودة طبعا وصلنا مشوار الدراسة خلصنا مشوار الدراسة صادفت الفرصة طبعا بالنسبة لي ذاك الوقت أنا مرتبط بعقد مع الشركة الدينماركية لغاية عام أشتغل معهم سنتين بعد الماجستير بحكم أنهم دعموني جميل طيب خلصت الماجستير ورجعت بالضبط رجعنا هنا وخلال ذاك الفترة كانت الشركة هذه تناقش عقدها مع الحكومة بمعنى؟ أنه تجدد عقدها للتجديد لأساس أنهم يواصلوا العمل في نفس المشروع فصادف أنه إذن كان يفترض أنه ينتهي عقد الشركة الدينماركية في 2012 أو 2013 كان يفترض أنها تكون موجودة في المشروع لكن ارتأت إدارة المشروع في ذاك الوقت أو الوزارة القائمة على أو اللقنة القائمة على أنه تسحب الشركة على مشروع مطار مسقط وصرارة أنها تغير الشركة الاستشارية فجاء تغير الشركة الاستشارية إلى شركة أخرى فجاءتنا كل الموظفين العمانيين رسائل نقل تنقلوا إلى الشركة الجديدة التي هي حاليا مشرفة على المشروع المطار طيب مجرد أننا جئنا رسالة النقل طبعا أنت استغلتها؟ بالنسبة للشركة قالت والله خلاص أنا ما رأيكم بما فيهم أنا أنك تواصل معي سناك وأمورك طيبة الحين أروح من من وين مودك؟ صادفت الفرصة بالنسبة لنا أنا قدمت استقالي بدل أن أنتقل للشركة الجديدة قلت خلاص ما راح أواصل مع الشركة الجديدة راح أستقل وأبدأ مشروع الجديد فاستقلت ومباشرة قدمت أوراقي لوزارة التجارة والصناعة طبعا لفتح مكتب مهني اللي هو مكتب الاستشارات صادف خلال هذه الفترة طبعا صعوبات ضلت تقريبا شهرين ونص إذا ما كنت غلطان لحد ما جات الموافقة خلال هذه الفترة طبعا انتفقت فترة انتظار طيب أن السؤال اللي أريد أطرحه في هذه المرحلة وائل نقترب الآن من الفترة الدينية لكن لا بأس أن نطرح هذا السؤال وحتى نكمل الحديث حوله بعد الفترة الدينية أنت راجع دارس ماجستير وانت جاي بفكرة انك تفتح مكتب استشاري طيب الاشكال ليس هنا أنت تعمل على رأس شركة دينماركية بمرتب معين تعمل في نظام أنظمة حماية الأرواح كيف قدرت تتخلى عن فكرة انه يكون عندك راتب ثابت وتخاطر بحياتك المهنية وتخاطر بأسرتك يعني اقتصاديا وتغامر انك تستقيل وانت بعدك ما جاهز يعني الجدوى الاقتصادية عندك ما جاهزة تفاصيل مشروعك ما جاهزة بس الفكرة العامة عندك حاضرة انك تريد تفتح مكتب استشارات في انظمة حماية الأرواح كيف خلال الفترة هذه طبعا كل واحد يبدأ مشروع لازم يعمل حساباته الأولية يشوف وضع السوق أمامه يشوف هل الباب مفتوح أمامه هل في حاجة في السوق لهذا المجال لا أشوف مجال متشبع وأروح أفتح فيه لا أشوف مجال هذه مستمعين الكريم مستمعين الكرام نخلي تحتها كم خط مجال متشبع خلاص بس كفاية للي حابين يفتحوا مشاريع لأنه جزء كبير من نجاح هذا المشاريع يعني انك تختار المجال اللي تفتح فيه وذا رحت فيه مجال متشبع فالمعيار يعلو باتجاه الجودة أو النوعية اللي تقدمها طيب نكمل طيب خلال هذه الفترة طبعا فيه شركات من ضمن الشركة اللي أنا كنت أشتغل فيها من الشركات المعتمدة للعمل في هذه الدراسات بحكم وجودة كذلك كمهندس فيها نحن اعتمادنا كان سابقا من أو كان سابقا مسمى للهيئة الجهة اللي نعتمد فيها الدفاع المدني اليوم صار اللي هو الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف خروجي من الشركة يعني فتح شركة أخرى أو يفتح شركة جديدة ممكن تدخل منافسة في السوق في ذاك الوقت كان عدد الشركات المعتمدة تتكلم على ثلاثة إلى أربع شركات في هذا المجال في السلطنة فقط ثلاثة إلى أربع شركات اللي تشتغل فيه هذا المجال كان المجال جدا خصب كان فيه بوتنشيل خلال نقول عالي جدا أن نروح وأشتغل فيه ما كان يستحق المخاطرة يستحق يعني خلال نقول لي أبعد الحدود بحكم أنه نادر جدا نادر عالميا مش فقط في عمان المجال هذا نادر عالميا أنك تحصل مهندس نحن نعرف هذا التفصيل في أجزاء أخرى من الحلقة ولربما نتوقف عند هذه النقطة ونكمل بعد الفترة الدينية لأنه ليس بعد لم نتحدث عن فكرة التجاوز أنك تكون عندك مرتب وتجلس شهرين تنتظر شهرين وربما أنت ما عرف هل هم شهرين أم أكثر تفاصيل كثيرة مستمعين الكرام حول مشروع أمان لهندسة أمان لهندسة الوقاية من الحريق هذه المؤسسة لصاحبها المهندس وائد بن راشد المحرزي والتي تعمل في أنظمة حماية الأرواح تجربة بناء مشروع من الصفر سنكمل معكم بإذن الله بعد الفترة الدينية في برنامج البث المباشر عبر رأيث رذاعة سلطنة عمان البث المباشر منكم أقرب حان الآن موعد أذان العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله أشهد أن محمد الرسول الله أشهد أن محمد الرسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف المعاد رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت البث المباشر منكم أقرأ أثنين أربعة ستة تسعة واحد أربعة أربعة ثمانية أثنين أربعة ستة تسعة منكم أقرأ أقرأ موسيقى حياكم الله دائماً وأبداً مستمعين الكرام حيثما كنتم في ربوع هذه البلاد الطيبة ونكمل معكم الحديث الذي بدأناه قبل هذه الفترة الدينية وموضوع أنظمة حماية الأرواح هذا القطاع الذي يعمل فيه المهندس وائل بن راشد المحرزي مع شركته أمان ذهندسة الوقاية من الحريق هذه الشركة التي أسسها بنفسه بعد مجموعة من الخيارات الصعبة ربما التي مرت في حياته والتي قام إزاءها باتخاذ مجموعة من القرارات المصيرية التي لا يمكن التراجع عنها لاحقاً وصلنا إلى نقطة الراتب يعني هاجس الراتب أنه يكون الموظف عنده راتب شهري يحصل عليه إذا كان راتب جيد مثلاً مثل ما قلنا 700 ريال عماني في الشهر وتو راجع بشهادة ماجستير يعني مجال الانتقال لشركة أخرى والتدرج الوظيفي يعني خصب بشكل أكبر وممكن النجاح فيه بشكل أكبر ليش يجازف شاب مثل وائل المحرزي ويطلع من هذا عشان فكرة ممكن أنه هو مؤمن فيها وممكن أن السوق مشجع عليها لكن طيب فكرة السوق مثل ما عرفنا من شباب آخرين مشجع غير مشجع هذه متغيرة وقابلة لكثير من التفاصيل فما يكفي أن السوق مشجع ربما أنت تنتظر موافقة شهر ممكن تنتظرها سنة طيب إيش بتسوي في هذه السنة في هذه المدة اللي أنت تنتظر فيها الموافقة لحد ما تبدأ في المشروع أصلا بداية المشروع بروحة تحتاج وقت في هذه المدة يعني اتخذت هذا القرار وكفى يعني نقول بهذه الطريقة أم أنك استغرقت وقتك والله موضوع المكتب ما كان بالنسبة لي مغامرة أو مجازفة كان المجال الواعد كان أمامنا جدا وكان في ذاك الوقت خلينا نقول سبق واعتمدت على نفسي ما اعتمدت على وظيفة في إعالة العائلة عندك تجربة سابقة مع الحاسب الآلي تجربة سابقة كان موجودة أيوة وخلينا نقول ما نبدأ يعني خلينا نقول تجربة جديدة لكان سبق في تجربة في موضوع التجارة والاعتماد على النفس في المصاريف طيب ما خفت ما فلقت في ذاك الوقت طبعا معاي كانت أيضا زوجتي تشتغل فكنا كعائلة يعني في صمام أمام بالضبط إننا موجودين نحن شغالين وكان في باكب خلينا نقول أيضا في البيت داعم في حال إننا صار أي اشكالية كنا نسد حاجتنا ونغطي حاجتنا كعائلة انعرضت عليك الخيارات وقررت أنه خلاصا استقررنا والحمد لله أيضا كل اللي انعرضت عليهم التجربة كانوا مشجعين بما فيها الوالدين والزوجة كلهم مشجعين تماما إنه استمر في الموضوع هذا ما كان لا والله ليش تترك وظيفتك وعندك وظيفة وعندك راتب وتروح تغامر لا هذا الموضوع ما كان نهائيا موجود وعن في ناس تعاني دائما لما تريد تطلع من وظيفتك الحكومية خلينا نقول تبدأ مشروعك تنتقل من حكومي إلى قطاع خاص أحيانا تواجهك أوسرهم أحيانا تضغط عليهم بالضبط إنه يبقى في الحكومي طيب من خلال حديثك أنت بغض النظر عن مشروعك أخي وائل هل تشعر أن القطاع الخاص يستحق المجازفة والمغامرة هذه فيما لو كنت في مكان ثابت يعني يقول لك عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة إذا سألت أغلب الموجودين في القطاع الخاص يقول لك وفعلا إذا هذا الشخص متابر ومتابع لعمله وعنده مهنة وجالس يطور نفسه رح يقول لك مئة في المئة وجوده في القطاع الحكومي رح يحد تطوري بحكم أنه رح يربط بوظيفة محددة لكن في القطاع الخاص يعني ممكن تشتغل عدة أنت مربوط بنفسك إذا كنت تشتغل في شركة ممكن يستخدمونك تشتغل في عدة مجالات مش في مجال واحد فتشتغل وتتوسع عندك المعرفة كذلك التدريب والتطوير أكثر في القطاع الخاص ما لي تجربة خلينا أقول أنا عن نفسي ما عندي أي تجربة في القطاع الحكومي فما أعرف أي شيء حتى لو تسألني عن النظام الحكومي والخدمة المدنية وعاد الحكم للمستمعين يعني كل واحدهم مجال اختصاصه أو طبيعة عمله لكن في القطاع خاص أقولك ببعيد يعني بالنسبة لنا ما في شك فيه نهائيا طيب أنت تحدثت بأن شركتكم في الأصل كانت تقدم فكرة الاستشارة في مجال أنظمة حماية الأرواح وربما حتى في تنظيم مثل هذه المؤسسات الفكرة كانت موجودة وحاضرة عندك جميل لكن هذا ما يكفي عشان أنت تنجز مشروعك تكون الفكرة أنك أنت تقدم هذه الخدمة يعني في تفاصيل كثيرة في جدوى اقتصادية في إحصاءات مالية في رصد في متابعة للسوق وانت مستانس على متابعة السوق لأنك مطلع عليها لكن كل هذه التفاصيل جالس تنجزها بروحك أم أنه حد أعانك عليها؟ في البداية كانت طبعا بداية خلنا نقول اعتماد على النفس في كل شيء المميز فيها كان في ذاك الوقت طبعا بدايتي كانت مع قانون جديد نزل من الدفاع المدني في ذاك الوقت أنه لا سابقا كان أي مهندس مهندس معماري يروح يقدم خرائط بدل مهندس متخصص في الحريق مهندس ميكانيكي يروح يقدم مهندس كهرباء يروح يقدم في ذاك الوقت طرعا قانون لازم تقدم عن طريق مكتب استشاري متخصص في أنظمة الحريق طيب هذا يفتح السوق بشكل أكبر هي كانت بالنسبة لنا في قانون يساند هذا المجال من التجارة جميل بدأت طبعا خلال الفترة هذه وتشتغل على موضوع خطة عمل تبحث عن المشاريع تدور على وين موجودة هذه المشاريع طبعا احنا مشكلتنا خطة عمل من؟ خطة عملك انت بروحك؟ بالضبط كيف أنا راح أشتغل؟ وين المشاريع اللي راح أروح لها؟ وين المشاريع موجودة في البلد؟ مين هم الأشخاص اللي لازم تواصل معاهم؟ أروح أعطيهم برزنتيشن أقدم لهم إيش أنا ممكن أساعدهم فيه طيب هذه متى بالضبط؟ سنة 2013؟ هذه في 2013 2013 قبل لا تقدم فكرتك لوزارة التجارة؟ وشوف هذه طبعا اليوم اللي قدمت فيه لوزارة التجارة يعني خلينا نقول هذا الشهرين ونص ما نمت فيهم في البيت لأنني أنام في البيت يعني خلينا نقول أضيع وقت كانت هذه المرحلة بالنسبة لي بحث على مكان مكتب كانت بالنسبة لي بحث عن المشاريع وقال أنت مستعجل أنت تكلمت عن فكرة أنت يعني أنا ذكرت فكرة الجدوى الاقتصادية وهذه بالتأكيد تحتاج لتحصيل مجموعة من المعلومات والتأكد من أشياء كثيرة وانت تقول بأنك تعلمتها بشكل شخصي وقمت تمارسها بطريقة أو بأخرى هذا قبل تقديم الفكرة طيب وين رحت؟ إيش سويت؟ يعني أمامي الآن نموذج مماثل تقريبا في هذه البداية لما كان عليه مصنع الابتكار وبالتأكيد نوجه التحية للزملاء والأصدقاء هناك في مصنع الابتكار وما يقومون به من مجهودات كانوا قد تعلموا كيف يقومون بإنشاء جدوى اقتصادية محاولة لاكتشاف الذات ومحاولة لصنع مجدهم الخاص من خلال مجهوداتهم الفردية التامة أنت تقول بأنك سويت تقريبا نفس الشيء بالضبط الليل هي كيف تشتغل على جدوى اقتصادية أول شيء تجمع بيانات خلال هذه الفترة كانت بالنسبة لي تجميع بيانات كم راح يكلفني الإيجار وين راح أستاجر إيش المصاريف اللي أحتاجها للمكتب إيش الأشياء تجمع كل هذه البيانات ومن جهة ثانية تجمع إيش الإحتياجات المالية الأخرى من ناحية البرامج من ناحية أجهزة من ناحية خلينا نقول مصاريف تابع عنك أنت تغطي مصاريف خلال فترة معينة كراتب خاص لك خلال هذه الفترة تتكلم على تبحث عن المشاريع وين المشاريع في البلد كم متوقع من هذا المشاريع أنا خلينا نقول أنا عندي مئة مشروع خلال هذه الفترة هل أنا أتوقع أني أحصل كل المئة مشروع لا هيكون عندي تارغت أحط لي هدف والله أنا أريد فقط 20 إلى 30% من هذه المشاريع كل هالتفاصيل قبل لا تقدم الفكرة هذه كانت خلال قبل لأحصل الاعتماد من وزارة التجارة طيب طيب أنزين في هذا السياق كم كانت كلفة المشروع تقريبا تبدولك في هذه الفترة والله كانت بسيطة وانت تنتظر الموافقة كانت بسيطة جدا بالنسبة لي بحكم أني أنا كنت الشخص الوحيد في ذاك الوقت فكرتي كانت مختلفة أني أنا أقلل الكوست أقلل تكلفة المشروع قدر الإمكان واقتصرت تكلفته على الجهاز الشخصي واللي كان موجود معاي سابقا أيها اقتصرت على مجموعة من البرامج تراخيصها واللي هي كانت بسيطة ما تتعدل كم يعني عطيني رقم؟ يعني تتكلم على تراخيص برامج 200-300 ريال فقط كامل كامل أنا أتكلم بلات المشروع كده تجزئة هنا وهناك لأنه لو قلت لك الرقم بالضبط يعني ما رد أذكر الرقم لأنه بسيط جدا بسيط جدا لدرجة أن الواحد يستغرب منها أنه كان فقط عندي إيجار المكتب اللي هو كان 400 ريال شهريا ومعاي تراخيص البرامج الحين الجماعة يحسبوا ترى بسيط جدا كان بسيط جدا تجار المكتب ومجموعة من التراخيص وشغلك الفردي بضبط أغطي مصاريفي الخاصة أتحملها تقدم هذه الخدمات بضبط خلال هذه الفترة تبط طبعا مع الشركات خارجية طبعا في مجال الهندسة شخص واحد ما ينفع ليشتغل يعني خلينا وصلنا لمحطة أنه وزارة تجارة والصناعة عطتك تصريح العمل وبدأت تمارس نشاطاتك بدأت تمارس على أساس أنك أنت مشتغل حري يعني فريلانس بس كمؤسسة بوش كشخص كمؤسسة ولكن في الحقيقة لب هذه المؤسسة شخص واحد طيب عطيني هذا التفصيل هذا التجربة كانت الارتباط جاتني فكرة طبعا بحكم أني اشتغلت في شركة عالمية سابقا عملها يقوم دائما على الجودة والجودة هذه تفرض عليك أنك باء أنت الشخص الوحيد اللي تقوم بالعمل في عدة أطراف يعني في مهندس يصمم في مهندس يراجع في مهندس يعد الخرايط في مجموعة من العمل التنفى وأنت كنت تقوم بهذه الأدوار؟ أنا كنت طبعا احتكيت بكل هذه الأدوار في الشركة القديمة لكن أني أنا الشخص الوحيد اللي يقوم بكل هذا هذا مخالف للجودة لذلك ارتبطت مباشرة أول ما فتحت مع شركات خارجية أجنبية أصلها أمريكي ارتباط هذا كان بحيث أني أنا أضمن الجودة اللي تطلع من عندي أني أنا أصمم وفي أحد بعدي راجع وإذا كان ما عندي وقت للتصميم داخليا أعطيه هو يصمم وأنا أراجع هنا وأسلم الجودة مهمة جدا الموضوع ما فيه مزح لأن فيها مسؤولية بعد هذا لو أنا حددت على سبيل مثال أو قلت تحتاج هذا النظام وطلع بعد فترة غلط في عندي تكلفة تصليح المشروع هذه راح أتكلفني أضعاف أضعاف المبلغ اللي أنا استلمته لأنه إذا تنفذ في الموقع وأروح أغيره لاحقا قيمة الشيء بنفسه هذا راح أتحملها قيمة الوقت الضائع راح أتحملها إذا صار خطأ وصار حريق في المبنى هذا وهذه مجال آخر عاد تطلع لكن خلينا نقول جودة العمل الهندسي مهمة جدا التدقيق على العمل مهم جدا لذلك ارتبط مع هذه الشركة أيضا بالنسبة للكوست كان جدا أو تكلفة كانت منطقية بحكم أن تكلفتهم أنا ضمنها من سعر اللي أعطيه اللي تعرض في المناقصة بالضبط طيب السؤال متى تأسست شركتك بالضبط يعني متى نقول التاريخ اللي تحتفل فيه في مؤسسك أن هذا يوم تأسيس شركة أمان الهندسة الوقائية من الحريق تسجيلنا الرسمي في وزارة التجارة 15-1-2013 خلينا نقول هذا الشهر إن شاء الله نكملنا خمس سنوات كعمل في السلطنة وسنة خارج السلطنة مرة أخرى هذه المعلومة خمس سنوات راح نكمل على بداية الشهر القادم في السلطنة وراح نكمل سنة خارج السلطنة جميل على هذا الامتداد الإقليمي بنتحدث عنه في تفاصيل قريبة قادمة إن شاء الله هناك مكالمة هاتفية ننتظر هذه المكالمة ونحن نتحدث أنت ذكرت مجموعة من التفاصيل اللي قمت بها لحفظ الجودة بحكم أنك اشتغلت سابقا في شركة عالمية أنت دخلت هذا السوق ربما أنت يعني بكيرت حكم على الجودة من وين جبت هذا التفصيل؟ من الشركة السابقة هل هذا كان كافي أم أنه رحلة الماجستير كان لها أثرها أيش بالضبط؟ العمل الهندسي وحدة من الأساسيات اللي ندرسة طبعا في الجامعة في كورس خاص بموضوع الجودة في موضوع الأثيكس في موضوع الأخلاقيات المهندسين وغيرها هذه كانت كتأسيس بداية من الجامعة بعدين تبعها اللي هي الشركة اللي اشتغلنا فيها كانت جدا جدا خلنا نقول الدقق على موضوع الجودة ومراجعة المخططات والتصاميم من شخص إلى شخص فإذا تبدأ تأسيسك صح أي شيء تشوفه مخالف لهذا تستنكر داخليا ترفضه مباشرة وترفض أنك تمرره طيب في ثنايا حديثك أخي وائل بن راشد المحرزي طبعا المهندس المشتغل في أنظمة حماية الأرواح والمؤسس لشركة أمان لهندسة الوقاية من الحريق أنت ما استعنت بأي أحد بأي مؤسسة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صندوق الرافد أي شيء من ذلك ما استعنت إلى اليوم ما استفدنا من طبعا أو ما استعنا بهم لحد الآن بحكم طبعا المجالات التي تشتغل فيها الرافد أو الريادة ربما بعدهم لسه ما فتحوا باب موضوع الاستشارات الهندسية وريادة وكذلك رفد جاءوا تقريبا بعد ما بدأنا نحن طيب يعني أنك تبدأ هكذا بهذا الاستقلالية هذا يجعل منك شخص صلب في السوق من البداية أنت تقف على قدميك بهذا السياق انطلقت شركتكم في 15-1-2013 أول مناقصة حصلت عليها يعني أول تشغيل فعلي بالنسبة لك طبعا كل واحد في بداية هذه لحظة خاصة طبعا ما يتوقع طبعا أن المشاريع تجي مباشرة بحكم منها مناقصات فأول مشروع كان بالنسبة لي مع شركة أيضا استشارية نحن نشتغل دائما كاستشاري فرعي كان مشروع بناية سكني تجاري طيب من هذا المشروع بدأنا شوى شوى فعليا تسجيلي كان 15-1 أول مبلغ دخل الحساب شهر 6 وهذه المدة أغطي نفسه بنفسه فيها يعني تتحمل يعني أنت عارف راح يجيك تتسوي عقود تشتغل على عقود تبدأ تشتغل بس ما في شيء دخل الحساب هذا الشغل مرة شيء ومرة ما شيء ثالثا تنتظر المناقصة تجيك طبعا الموضوع المناقصات ما سهل يعني ما تقدم اليوم وتنتظرها بكرة تجيك لا تنتظر وتدخل وتناقش وتروح تعطي عارضة وتعطي إيش بتقدم وإيش اللي بتسوي هنا وإيش الإمكانيات اللي موجودة معك طيب إيش الكرتل اللي كان يميز وائل دائما في هذه المناقصات أو في هذه العروض المقدمة من لحظة انطلاق شاركتك السعر المناسب مثلا مجموعة خيارات أو ميزات إضافية في وقتنا ذاك كان أغلب الاستشاريين أو أغلب الناس اللي شغالين في السوق مستنكرين وجود استشارات أو شركات متخصصة في هذا المجال لحد اليوم في شركات تستغرب لازم نروح لشركة استشارية متخصصة في أنظمة الحريق فوجودنا في ذاك الوقت يعني خلينا نقول كان إضافة تكلفة شوف أغلب الناس أو أغلب الشركات شوف تكلفة إضافية عليهم نقطة سلبية بتكون بالضبط لذلك إحنا إيش كنا نشتغل كنا في ذاك الوقت نشتغل بدلا نحن نقوم بتصميم المخططات على أساس أن يقل تكلفة خلنا نقول التكلفة على صاحب المشروع أو على المالك نقوم بمراجعة المخططات اللي صممها المكتب الاستشاري الرئيسي التابع لشركة المشروع بالضبط في شركة استشارية رئيسية بدلا نحن نصمم نحطه هو يصمم ونحن نراجع بهذا الطريقة إقل الكوست إقل التكلفة عليه فيصير بالنسبة لنا سعرنا منافس في السوق كذلك الارتباط اللي عملته مجرد أن ارتبط مع شركات خارجية صار أن المهندسين اللي يشتغلوا في هذه الشركات مباشرة من ضمن الاتفاقية اللي وقعناها أنهم يكونوا كسيرة ذاتية لهذا والمهندسين كسيرة ذاتية لأمان جميل يعني جبت موظفين ما شغالين معي وأدرجتهم تحت السيرة الذاتية اللي موجودة معي فصارت الشركة لا مش شخص واحد أكثر من شخص طيب بعد التشغيل الفعلي أخذت الشركة مجراها في سوق العمل وحصلت على فرص وبدأت تكبر شوي شوي بدأت بشخص واحد اللي هو المهندس وائد بن راشد المحرزي وبالتأكيد يعني أنت قمت بفرصة عملك الخاصة ولكن من خلالها فتحت فرص عمل أخرى أيضا إيش اللي صار في هذا السياق فرص العمل طبعا كان الارتباط مع شركات خارجية كان من ضمن الأفكار أني أيضا أفتح شركة أو فرع لشركة أجنبية في أن ضمنها تم من طبعا دار نقاش على موضوع النسب وإيش كل طرف يعني بيكون دورة لكن للأسف ما تم الاتفاق على خلنا نقول العقد النهاي لأن الشركة الأجنبية كان هدفها في النهاية يعني خلنا نقول تقولك أنت تعال أنا أريدك شكليا فقط هنا وراح تحصل ثلاثة في المئة على المبيعات اللي راح تجيبها طبعا بالضبط طبعا هذا مخالف لقانون وزارة التجارة فمباشرة أنا رفضت بس لأنه مخالف مش فقط مخالف أنا بالنسبة لي هذه ما تجارة مبدأ شخصي أنا فتحت طبعا مش هذا المكتب اللي أنا كنت ساعي لها كان الفكرة أني أنا في المكتب أنا أشتغل أنا أقوم على العملي أنا فهم المجال اللي أشتغل فيه أنا ما جاي أفتح مجال التجارة عشان أكون صورة هذا تخصصي معايا تخصصك يختلف لما تشتغل فيه هذا تخصص الماجستير ترى ما تخصص الهندس بس مش فقط تخصص هذه خبرة عمل أيضا يعني أنا ما عندي خبرة عمل في مجال الهندسة المدنية لكن عندك خبرة عمل كل خبرة كلها في مجال خلينا نقول هندسة الوقاية من الحريق ما تم الاتفاق بين وبين هذه الشركة فبدأنا في ذاك الوقت طبعا التوظيف وبدأنا ناخد موظفين واحد اثنين ثلاثة وبدأ الطاقم يكبر بحيث أنه خلاص أنا من موضوع العقود الخارجية أو الارتباط مع الشركات الخارجية أشيلة ويبدأ الاستقلال كمكتب استشاري على طاقم الداخلي طيب الطاقم الداخلي إيش سويت فيه هذا الأمر يعني أتحدثنا الآن في محطة أنت كنت المشروع قايم على كتافك بروحك بعدين بالتأكيد أنت بتحتاج معاونين حقيقيين إلى جوارك يعني شركة من شخص واحد مستحيل تستمر بهذا السياق أكثر يعني كم طاقمك الآن اليوم نحن 25 موظف 20 إلى 25 نتراوح يعني يرتفع وينزل موجودين في مسقط وعندنا ثمانية في أبوظبي 25 موظف 20 إلى 25 دعنا نقول يتراوح بس الحد الأقصى وصلنا 25 وثمانية في أبوظبي وثمانية في أبوظبي طيب هذا التفصيل في غاية الأهمية التوسع هذا إيش كان مصدره نجاح شركة نقول خليلا نقول قبل لا نوصل للنجاح من باب أولى طبعا لما تنظر للسوق ما تنظر فقط للسوق المحلي تنظر أيضا الأسواق المجاورة والأسواق المجاورة هذه أيضا فيها نقص في موضوع مجال هندسة الوقاية من الحريق بحكم أن كتخصص نحن نواجه صعوبة نحصل خريجين في هذا المجال كشركات أيضا إذا ممكن تشارك المستمعين الآن الجهة والمؤسسة اللي ممكن يعني أقرب مؤسسة ممكن تخرج متخصصين في هذا المجال والله درجة البكالريوس طبعا في أغلب الناس تأخذ درجة في كلية طبعا كلية التفاوز السلامة اللي موجودة هنا بس البكالريوس نسموها with honor degree يحصلوها فقط من بريطانيا من الشركة اللي هما مرتبط من الجامعة اللي مرتبطين يوكلان كذلك عندك جامعة ليدز عندك ميريلاند في أمريكا من أفضل جامعات ميريلاند في عندك WPI في عندك في جامعات عدة جامعات موجودة لكن خلال نقول كل الجامعات هذولة الجامعات الزين تنعد على أصابع يدك عالميا على المستوى العالمي على المستوى العالمي أيضا فيها شح على مستوى العالمي من ناحية الجامعات اللي تطرح هذا البرنامج أو الجامعات اللي هي معترف فيها وعندها اعترافات طيب نرجع لموظفيك أو طاقم عملك عمانيين أجانب كيف النسب كيف الأرقام طبعا أرقام نحن ما نشتغل على موضوع النسبة والنظر اللي تنظر لها خلنا نقول وزارة القوة العاملة على العين والرأس لكن نحن نشتغل أبعد عنها هدفنا في النهاية نستقل بطاقمنا العمانة هنا أيضا طاقم عماني الناس اللي شغالين معنا طبعا ما أروح وأجيب عمانيين وأحطهم مباشرة لكن هي تدرج بالنسبة لنا طاقم متكون حاليا من سبع جنسيات طيب كم عدد العمانيين العدد العمانيين معنا ما يقل عن تسعة عمانيين في عمان من بين الخمسة وعشرين أو العشرين هذا ولا وفي أبو ظبي في أبو ظبي معنا أيضا عمانيين هناك في معنا الشخص القائم أو اللي يدير المكتب فعليا هناك معنا عماني ودخلنا كذلك معنا كشريك عساس يكون حافز له ويكون أيضا لما ندخل بلد ما ندخل إلا بواحد هو الشخص عايش طبعا في نوجه للتحية أبو محمد عايش في اسم الكريم سليمان أهل عبد السلام وجه له التحية يستحق كل التقدير عايش طبعا في أبو ظبي من تسعة وثمانين ومتزوج ومستقر هناك وبدأ معنا المشروع وفي الحقيقة نجاحنا ما يتم بدون هناك بحكم أنه عارف السوق وعارف وين يروح وعارف يعني كل حركته مدروسة في أبو ظبي فمساندنا بشكل كبير وحتى في موضوع التوظيف كان له دور كبير طيب رح نرجع لفكرة الكادر اللي يشتغل معك وكيف أنت صاحب مشروع ممكن أنك تشتغل عليهم تأهلهم وتطورهم في مجال أصلا ما في كليات تشتغل فيه أو جامعات تخرج فيه هذه التخصصات إلا على المستوى العالمي وحتى على المستوى العالمي وبشكل قليل وين تشتغل بالضبط يعني قطاع عملكم وين متوفر غالبا مناقصات اللي كنت تشتغل عليها في أي نوعية من المنشآت طيب نحن بالنسبة لنا كمشاريع أو جهات نحتك فيها اللي هم عادة الاستشاريين الرئيسيين أو الاستشاريين المشرفين على المشاريع أو بحكاكنا مع المقاولين المنفذين للمشاريع ما عندنا ارتباط مباشر للحكومة بحكم أن الحكومة تطرح المناقصة الاستشاري الرئيسي وبعدين هو يطلب الاستشاريين الفرعيين مها المناقصات أو المشاريع اللي دخلناها لحد اليوم مطار مسقط مطار صلالة الحزمة الأولى والثانية مطار الدقم مشروع مستشفى الشرطة ميناء الدقم مشاريع كذلك في النفط والغاز تتكلم على مشروع مسندم محطة مسندم للغاز المحطة اللي جنبه محطة توليد الطاقة اللي تعتمد أيضا على الغاز مشروع خزان اللي أعلن عنه الفترة الماضية مشروع أيضا آخر اسمه أبو الطبول البلوك سيكستي أيضا كذلك في الصحراء مشروع الجفنين اللي هي خزانات البترول اللي موجودة فيه كذلك الجفنين خزانات استراتيجية مجموعة كبيرة مستشفيات لحد اليوم يعني خلينا نقول أكثر من عشر مستشفيات أكثر من واحد وعشرين مركز صحي تتكلم على فنادق خمس نجوم نبتعد عن الفلل لأن الفلل هذا لحد الآن ما لها اشتراطات مع الدفاع المدني فأغلب مشاريعنا بنايات مولات كذلك مجمعات تجارية نقدر نقول كل منشأة قابل إنها يشتعل فيها الفتيل كل منشأة راح تشغل سواء إشغال دائم أو إشغال خلينا نقول على فترات معينة أي مبنى خلينا نقول أو كل المباني أو كل المنشآت راح تحصل فيها أنظمة الوقاية وحماية من حريق طيب أنت ذكرت تفصيل في غاية الأهمية أن الفلل بعد منظومتها مش واضحة عشان أن الواحد يدخل في هذا المجال فبالتالي بالنسبة لكم أضمن أنكم تشتغلوا في منظومة واضحة ورسمة خطوطها بشكل كامل كاشتراط هنا في البلد بالنسبة للفلل اللي هي الفلل المعتادة خلينا نتكلم عن الفلل الكبيرة الفلل هي 300 متر 400 متر كل طابق هذا لا عادة خلينا نقول ما تروح للدفاع المدني تروح للبلدية مباشرة لو جيت من ناحية الإشتراطات الكود العالمي لها إشتراطات لها أنظمة حماية لكن الإشتراطات التابعة لها في الكود الخليجي ما تفرض عليها أي أنظمة ما في لها أنظم يعني نقول مهملة خلينا نقول أيوة لحد الآن ما في لها اشتراطات وطبعا لما تقول عنها مهملة أنا أقول ما تم النظر فيها أو ما تم وضع قوانين خاصة فيها طيب يعني متى ممكن أن نحط قوانين خاصة فيها سبحان الله الحديث يجر بعضه والمناسبات ونقول الحوادث يعني الحوادث يعني هي المؤشر اللي ممكن يعتمد عليه ونقول من خلاله أنه يجب أن ننظر لهذا الموضوع بعين جادة أو غير ذلك وفي فترة قريبة يعني حادث مؤسف جدا حدث في بركة وعدد وفيات والسبب يمكن يكون سبب بسيط ولو كان فيه نظام أو حتى استعداد جزئي للحريق مش منظومة كاملة كان ممكن يتم درء يعني أنت بالتأكيد سمعت عن هذا الحادث كل النقاشات اللي اليوم جالسة الدورة على حم أو خلنا نقول موضوع الحريق هذا أو أغلب النقاشات اللي دارت أيش سبب الحريق هذا وكلها ترجع راح يقول لك لموضوع التماس كهربائي وأنه من مصدر من أجهزة الإنارة أو غيرها لكن يعني هل نقول ما سمعنا أحد يتكلم طيب لما يصير عندك حريق في البيت أيش اللي يفترض أنك تسوي أيش اللي يفترض يكون عندك أجهزة على اعتبار أنك سويت كل شيء ما حد ممكن يقدر يمنع الحريق أنه يحصل ممكن يحصل في أي وقت في أي زمان لكن في أي مكان يفترض أنك دائما تكون مجهز مهيئ عندك الأجهزة أو المعدات اللي راح أول شيء تنذرك أنه في حريق في المبنى الخطوة الأولى بالنسبة لنا طبعا لو جيت تسألني إيش الاشتراطات العالمية وإيش الاشتراطات اللي يفترض تكون على الأقل في البيوت أو في الشقق السكنية اليوم شوف الشقق السكنية أيضا فيها حرائق كأقل اشتراط يفترض أن يوضع فيها في عندنا كواشف طبعا تشتغل بالبطاريات ما لها لوحة انذار رئيسية لا تجيب مع بطارية وتعملها طبعا بمسمار صغير تحطها في السيلنج بنفسك ممكن تركبها إيش دور هذا الكاشف طبعا الكاشف يجي مع قاعدة اللي هي عبارة عن سماعة صغيرة الكاشف هذا في حال أنه صار عندك حريق في غرفة النوم لا قدر الله ساعة ثنتين بالليل وإنت نايم وإنت نايم راح يشتغل وراح يقومك من أنه راح يصحيك ليش مستوى الصوت فيه راح يكون عالي جدا طبعا في الحالة اللي هي طبعا يكون فيها حريق الكاشف هذا راح يكشفه في الدقائق الأولى طيب دقائق الأولى مهمة جدا أنك أنت راح تقوم طيب ليش مهمة؟ مهمة لأنه كل ما تأخرت يعني خلينا نقول بعد دقيقتين ونص ثلاث دقائق المكان راح يكون متروس دخان أول أكسيد الكربون عالي تركيزه راح يكون عالي ليش؟ لأن طبقات الدخان النار تشتعل والدخان يصعد للصقف صقف الغرفة خلينا نقول ويبدأ ينزل 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 وما عندك تهوية يبدأ ينزل الدخان إذا أنت ما صحيت خلال هذا الوقت وما صحيت اللي جنبك في الغرف المجاورة وطلعتهم برا إيش راح يصير؟ راح يطلع الدخان اللي خارج الغرفة ويمشي في الممرات ممرات البيت إيش راح يصير بعدها؟ الناس اللي من الغرف الثانية ما راح تدري أصلا ما دارهم بموضوع الحريق ووقت الاختناق بالضبط لما يصحيهم الممرات وغيرها راح تكون دخان مستوى الدخان فيها عالي جدا مستوى منعدم ربما يكون ليش؟ لأن الدخان راح يقلل مستوى الرؤية أمامك راح تكون عندك الدخان طبعا يعتبر تعتبر درجة حرارة الدخان عالية جدا لما تقارنها مع حرارة النار بالنفس أو اللهب راح تحصل حرارة الدخان عالية جدا لأنه في أجزاء كثيرة ما محترقة وجاهزة للإحتراق في أي وقت متى ما تحصل أكسجين راح تشتعل بكل بساطة في حال خلنا نقول حبينا أن نطرح اشتراطات أو نضع اشتراطات حاجات البسيطة يعني على الأقل للمستمع الكريم والكلفة يعني بالضبط الكاشف هذا ممكن تحطه في كل غرفة تكلفتها ما تتجاوز عشر ريالات وراح يظل البطارية لمدة عشر سنوات يعني ما تحاتي موضوع البطارية في أجهزة لعشر سنوات موجودة معتمدة طيب غير هذا الجهاز جهاز الإندار جزء فيه طبعا فيه أنظمة ثانية كأبسط الأشياء اللي ممكن توضع في البيت اللي هي أجهزة طفايات حريق أو بطانية طبعا بالنسبة للمطابخ هذولة بسيطة جدا في الدول الثانية يشترطوا أنهم يضعوا مثل أمريكا يقول لك لا لازم توضع مرشات مياه أنه لو صار عندك حريق فيه مواسير مياه موجودة وراح تنكسر طبعا فيه سبرينكلر يسمونه سبرينكلر هذا المرش راح ينكسر عن درجة حرارة معينة ويتحكم نسميه يتحكم في الحريق في ذاك المكان بحيث أنه ما ينتشر لباقي البيت نفس المنظومة الموجودة في المؤسسات الكبرى هذه أعتقد بس تكون التكلفة أقل بالنوع الأنابيب نوعية المضخة يعني كل الأشياء المشترطات بسيطة جدا بسيطة جدا لكن أنا بالنسبة لي الموضوع الأهم أن على مستوى البيت يفترض يكون فيه أجهزة كشف الدخان بحيث أنه تنذر شهاغلين المبنى وتطلعهم من المبنى أو من البيت في أقرب فرصة يعني خلنا نقول خلال ثلاثة أربعة دقائق كل اللي في البيت يكونوا برا خل البيت يحترق أنت سلم نفسك أول شي اطلع من البيت أقل حاجة الواحد ممكن نسويها في بيته أنه خلنا نقول خطة بسيطة للبيت لو صار في حريق إيش نسوي في ناس تحصلها تروح المطبخ تدور جيب ما يجيب غير لا أطلع مباشرة اترك البيت وخلي في حد غيرك رح يجي طفي في ناس متخصصين وعندهم الأجهزة اللازمة لعمليات الأطفاء عمل خطة بسيطة في البيت تنبه أهلك لو صار حريق لا تتحك لا تروح فقط بساطة أطلع برا ونلتقي في المكان الفلاني أو حدد مكان رح نلتقي في المكان الفلاني لكن أنك تروح طف الحريق لأنك تشوفه إنه بسيط وتقدر تتحكم فيه لا الحلقة أكبر من قدرتك ممكن يكون طيب يعني بعد أنت تفتح باب قلق كبير مهندس واحد احترقت عنده مثلا كندورة بسبب مجمر دخان أو مجمر لبان أو بطانية يعني صدفة حاجة بسيطة مثل هذه هذا أشياء بسيطة إذا أنت عارف تتعامل معها اتعامل معها لكن إذا كانت نار أنت ما تعرف تتعامل معها اترك المكان لأنه راح تروح حياتك هذه النار مثل إيش بالضبط؟ يعني نار صادرة مثلا عن نقول اشتعلت من جهاز كهرباء وأنت ما عندك طفايا في البيت ولا تعرف تستخدم الطفايا مش مهم أنه عندك طفايا المهم تعرف تستخدمها وأنها نوع الحريق المناسب لأنه فيه أنواع طفايات مختلفة فأني أنا أروح وأطف الحريق يعني خلينا نقول عندي حريق زيت وأروح أستخدم له نوع الطفايا الغير المناسبة تقول لا تصب الماء على الزيت طيب تستخدم خلينا نقول الطفايا الغلط على أساس طف الحريق هذا ما راح يساعدك بالعكس ممكن راح يزيدها مهم أنك تجيب طفايا أو طفايتين تحطهم في البيت تدرب أهلك كيف يستخدموها إذا ما قدروا يستخدموها وما يعرفوا يستخدموها اتفق معهم تلتقي فيهم بكامل طبعا باشرة اترك سلم نفسك روحك أهم من البيت هذا موضوع في غاية الأهمية تطرقناله سابقا ولا بأس أن نعيد وأن نكرر فيه دائما وأبدا سلامة الأرواح هي المبتغى والحال الله سبحانه وتعالى يعوض فيه بضيف حاجة اللي هي بسيطة أغلب الناس يقولوا هذا الكاشف راح ي يعني مجرد أن نبخر في البيت راح يشتغل معا فيه فرق تفصيل مهم بالنسبة للكاشف هذا إذا فيه زر مثل إعادة تشغيل تبع التلفون يسمونه ريست فيه زر مجرد أنك عملت بخور أنت تعرف أنك عملت بخور تجيب كرسي تصعد وتضغط على هذا الزر يسكت الجهاز انتهى الموضوع لكن بالليل لو صار حريق وما عندك هذا الجهاز ما عندك شي ينذرك حريق حقيقي يعني فعلا موضوع البخور لا سهل بالنسبة لكرسي أعمل ريست انتهى الموضوع يعني ما هو الهاجس والقلق الكبير بالنسبة للشقق شوف كمية الناس اللي تعيش في الشقق حاليا الأجانب اللي يعيشوا في الشقق ما فيها كواشف أغلب الشقق ما فيها كواشف نتكلم على بنايات كبيرة طيب وين أفضل مكان ممكن أن الواحد يحط هذا الكاشف في البيت؟ تنحط عادة في غرف النوم بالنسبة لغرف النوم يعني لكل غرفة كاشف نتكلم على 6 إلى 10 ريالات كحد أقصى ويظل معك 10 سنين كم الاستثمار اللي أنت حطيته 10 سنين مستثمر في روحك مستثمر في روحك مبلغ ما يوصل حتى 100 ريال ما يوصل 60 ريال طيب الله يسلمنا ويعافينا دائما وأبدا يا رب وكل من يستمع إلينا في هذه البلاد الحبيبة وكل من لا يستمع إلينا في كل مكان من هذا العالم يعني ربما أخذنا الحديث إلى سياق مختلف يعني شوي نرجع من هذا السياق وموضوع المنشآت اللي اشتغلت فيها وفكرة حادث بركة وكيف يتتعامل مع الحريق على الأقل في المنشآة السكنية وكل واحد في بيته وبلته الخاصة وشقته حتى نرجع لموضوع الكادر اللي يشتغل معك في هذا المجال كيف اشتغلت على تأهيلهم وتدريبهم؟ والله أول شيء بالنسبة لنا طبعا كان صعوبة أن نحصل المهندسين المتخصصين في المجال هذا بحكم ندر تعالى العمانيين أم غير العماني وغير العماني الأثنين كانوا ما كانوا بالنسبة لنا سهلين بالنسبة للكادر اللي بدأ في البداية أول شيء طبعا وظفنا أول ثنين كانوا أجانب بعدهم بدأ العمانيين طبعا معنا مباشرة وكل اللي دخلوا معنا سواء كان عندهم خبرة سابقة أو لهم خبرة جديدة في عندنا برنامج تدريبي في دورات داخلية دورات داخلية موجودة مش داخلية نحن نعقدها داخل المكتب لا هي عبارة عن اشتراك في أحد المنظمات اللي هي تشتغل فيه بلطب وهو عبارة عن عرض تفاعلي بينك وبين خلنا نقول بالكمبيوتر اتمر على هذا مثل البرزنتيشن بس هو بالفيديو يمر عليه كامل بعد هذا أو خلنا نقول كل خمس دقائق يحصل عليه اختبار قصير وهو ماشي لحد ما يخلص الكورس فأنت تتأكد أنه مر على هذا الكورس يحصل شهادة من عندهم أنه أكمل الكورس هذا يمر على الكورس اللي بعده كل الناس اللي دخلوا معنا كلهم حصلوا طبعا هذا التدريب وندفع نحن قيمة التدريب هذا بتكاليف هذا العضوية أو تكاليف الكورس نحن ندفعها وهذا واجب المؤسسة في التأهيل بالنسبة لنا طبعا كل ما كان هو مؤهل كل ما كانت جودة العمل أكثر جميل هذه قاعدة إذا كان الموظف ما يتدرب إيش تنتظر منه؟ المعرفة اللي موجودة فقط عنده؟ طيب واللي ما يشتغل يعني يرد في الوسط أنه والله العمانيين في القطاع الخاص هناك من يقول أنه العماني المشتغل في القطاع الخاص كادر مهم جدا ولكنه القطاع يرفضه لكن لما تجي تسمع من القطاع الخاص والله يقول لك بعض العمانيين ما يحبوا يشتغلوا كيف تواجه هذا الإشكال؟ موجودة الإشكالية في أغلب الشركات اللي هي موضوع العماني والالتزامة بالعمل أو انتظامة للعمل أو اهتمامة بالعمل وطبعا لها عوامل ربما أيضا تكون الإخفاق من جانب الشركة في الأساس مش فقط من جانب الموظف كيف؟ يعني أن الشركة ما أعطت اهتمام والشركة ركنت في جانب أو الشركة أخذت شكليا فقط للتعمين لكن أيضا من الطرف الآخر أيضا في إخفاق أيضا من بعض العمانيين والله شخص ما متابع لعمله ما ملتزم بوقت عمله ما يهتم بالعمل أو موجود في العمل بس هو ما يشتغل في الأشياء اللي طلبت منه أو سبق أنه أعطي مهمة لكن ما أنجزها في الوقت أو أعطي مهمة وما أنجزها بالطريقة اللي يفترض أنها تنجز فيصير عند المهندسين الآخرين ردة فعل أنه لا أنا هذا العمل عندي وقت معين لازم أسلمه وما يخصفه فلان لازم أسلمه لو أعطيت فلان ممكن أتأخر أنا مهم بالنسبة لي الزبون هنا لازم يحصل المنتج في الوقت حدث عن كل فسالبة بالضب فإذا أعطيت المهندس وما أنجزه أنا خسرت وقت وخسرت أيضا مبالغ أن الوقت كله ضاع بدون فائدة فيبدأ الناس تتراجع الخلف لذلك خلنا نقول مواجهة مثل هذه الأمور ما يفترض أني خلاص بما أن الشخص هذا ما يريد يشتغل أركنا لا يفترض أني أشتغل معه أدفع للأمام أعطي مهام إذا ما هو قادر يأخذ التاسك كله أو المهمة كامل أعطي جزء منها وشوي شوي أنا أطوره لحد ما يوصل للنهاية ومستعد تصبر تصبر شوي شوي هذا الصبر ما مكلف لك يا مؤسسة بالنسبة لنا مكلف لكن في النهاية رح تحصل شخص عماني قادر على الإنجاز هذه أهم حاجة تكلفته أقل من تكلفة أنك تجيب واحد أجنبي وتتحمل تذاكرة ومصاريفا اللي ما لها نهاية طيب هذا الصبر بس للعماني بالنسبة لنا كداخليا نحن شغالين على الجميع شغالين على الأجنبي وعلى العماني كتدريب الكل يحصل نفس التدريب لأن قانون العمل يمنع التمييز العنصري سواء كان في التدريب أو غيره بين الموظفين طيب أنت ذكرت لي قبل أن نطلع على الهواء بأنك أهلت شباب عمانيين في دراسة هذا التخصص بشكل أكاديمي يعني هذا الأمر مبني على أي اشتراط أو على أي مبدأ عمل درستهم اشترت عليهم عقود عمل معينة يعني هذا التفصيل في غاية الأهمية ونحن نتجه إلى يعني باقي تقريبا 11 دقيقة من وقت البر أو 10 دقائق الآن فأتمنى أن نتحدث عن كل هذا التفاصيل على عجالة بالنسبة للعمانيين اللي دخلوا معنا أغلب اللي يعني خلينا نقول في ناس دخلت عندنا من تخصصات أخرى في معانا ناس دخلت من تخصص معماري مش تخصص حريق في ناس تخصص هندسة ميكانيكية أو أبارنوفت يعني تخصصات مختلفة اللي دخلت لكن الهدف إنه إيش ندربهم ونطورهم في المجال اللي نشتغل عليه عندنا يعني خلينا نقول واحدة من المهندسات العمانية تسمها غادة الفزاري واحدة من ناس نحييها من هذا المنبر لأثبتوا نفسهم معانا خريجة من جامعة سلطان قابوس كذلك ودربت خلينا نقول كان لها فترة تدريب ومن الناس المكافحين جدا من الناس اللي يقرؤون إذا تقرأ راح تتعلم قرأت وتعلمت وكذلك بدعم من عندنا إذا فيه استفسارات فيه شرح فيه غيرة موجودين نحن قريبين جدا تعلمت وبعد هذا طبعا نحن طرحنا لقنا لها راح تروحي لبرنامج ماجستير راحت لبرنامج الماجستير والكلفة كامل تكفل به الشر نحن بالنسبة لها دعمناها بالنسبة لمصاريفها تذاكر بالنسبة لتكلفة الجامعة قلنا طبعا نتحمل المصاريف هذه وكذلك السكن بالنسبة للسكن وتم على رأس عملها يعني تستلم مرتب بالضبط فعليا أخذت نفس البرنامج اللي أنا درسته اللي هي تروح وترجع بريطانيا تروح وترجع يعني خلنا نتكلم على ما يعادل ثمان رحلات تقريبا ثمان رحلات رايح جاي على بريطانيا خلال سنة وهي على رأس عملها مكافحة للعمل وأنجزت برنامج الماجستير وبعدها كذلك معنا مهندسة ثانية حاليا اسمها شيخ الحمادي كذلك شغالة على نفس المجال وكذلك دخل معنا مهندسين آخرين لكن حصلوا المنحة من الحكومة قبل نحن كل سنة نطلع واحد على حسب ميزانيتنا يعني كل سنة قدر الإمكان إذا كان معنا متوفر الميزاني نطلع معنا واحد طيب العائد في العمل العائد في العمل مجزي مقارنة بالأدوار اللي جالسة تقدمها مؤسستك اللي أسستها بنفسك تجاه هؤلاء الشباب العماني بالنسبة لنا إنتاج هذول الناس وعملهم ومثابرتهم خلينا نقول أكثر من القيمة اللي نحن نقدم لهم إياها كراتب أو كدراسة طيب وإذا قال لك المهندس بكرة أنا خلصت دراستي وسامحني أريد أطلع وين بيروح بيروح عمان صح طيب بس أنت يعني درست وأهلت يعني فرج بشهادة الماجستير ما عندك عقد ملزم أو شي من هالقبير ما عندنا أي عقد ملزم لأي واحد وهذا اختياركم أمنوا قانون هذا اختيارنا نحن هذا اختيارنا نحن أننا ما نريد يعني إذا أنا أربط مهندس بعقد عمل معنات أن هذا المهندس جالس معي لحد ما يخلص عقد عمله لكن أنت تقدم له كجزء أو كرد أو كجميل أن هذا الإنسان مخلص في عمله وجالس يثابر يعني نقول ثقة مقدمة هذه هذا يعطيك نوع من الانتماء والولاء من هذول المهندسين للشركة اللي يشتغلوا فيها طيب هذا جزء جدا مهم الآن يعني إذا كنا نتحدث عن أرقام إجمالية أو أرقام عامة يعني هل ممكن أنك تشاركنا مثلا المعدل الربحي في السنة؟ قبل أن ندخل في المعدل الربحي نحن معنا في السنة تقريبا حوالي 240 يوم هامل تقريبا تتراوح على وقل عن هذا بشكل بسيط أيام الشغل بالضبط بدون الخميس والجمعة والإجازات وغيرها فعليا لو أقولك فقط نحن عن هذه السنة لسه بعدنا ما خلصنا السنة قدمنا أكثر من 315 مناقصة يعني تتكلم على مناقصة وشي يوميا أكبر من عدد أيام الشغل الفعلية بالضبط العمل موجود يحتاج فقط متابعة يحتاج صبر يحتاج طيب والمدخول هات هات نصدم المستمع المدخول بالنسبة لنا الحمد لله رب العالمين أيضا مجزي والمدخول خلال هذه الفترة يعني أنا ما رح أذكر لك المدخول أحذكر لك الرواتب اللي نحن اليوم ندفعها طيب نقبل بهذا أنا تفاصيل جدا مهمة وكل شركة وخصوصيتها رواتبنا السنوية فقط لمكتب مسقط المكتب اللي موجود فيه مسقط تتراوح حوالي ما بين 550 إلى 650 ألف ريال العماني في السنة يعني نتكلم على نصف مليون ريال فقط تروح رواتب لـ 25 موظف بالضبط بالنسبة لنا الدخل يعني خلينا نقول مجزي طيب مهندس وائل ما توظفه مديعين حياك ومخرجين بارك الله فيك هذا من قبيل الدعابة فقط المهندس وائل بن راشد المحرزي وحديثنا عن أنظمة حماية الأرواح بالتأكيد حول الشركته التي أسسها بشكل عصامي من البداية أمان لهندسة الوقاية من الحريق كبرت المؤسسة يعني باقي عندنا ست دقائق تقريبا كبرت هذه المؤسسة بأرباحها وتفاصيلها الحافلة وقصص النجاح المستمرة يعني أنت تعرضت لشكل من أشكال الدعم في بداية مسيرتك ما رستوا تجاه شباب عمانيين فتحت لهم فرص عمل وضفت شباب عمانيين أهلتهم درستهم ما إلى ذلك تذوقت طعم هذا النجاح وجات فكرة أنك تكون إقليمي صحيح بالنسبة لنا طبعا فتح أسواق أخرى وفتح خلينا نقول باب آخر الرزق ما محصول على مكان معين لا يفترض أنك تبحث في أماكن أخرى فشتغلنا طبعا في البداية بدأنا نشتغل على مشاريع من هنا يعني خلنا نقول اشتغلنا على مشاريع في العراق مشاريع في الكويت مشاريع في الإمارات اشتغلنا على مشاريع في باكستان كذلك ومشاريعنا اللي موجودة في أمان فكنا نشتغل على مشاريع من أماكن مختلفة هنا يعني أنتوا اعتمادكم الآن خلاص تجاوز موضوع المناقصة المحلية بالضبط ففتحنا طبعا فأول باب فتحنا لنا كان في السعودية واشتغلنا على مشاريع كبيرة من ضمنها أيضا القصور الملكية عملنا طبعا مسح للقصور الملكية سواء في جدة في الرياض في المشاعر الفنادق مجموعة كبيرة من الفنادق اللي هي جنب الحرم مباشرة جامعات كذلك في السعودية اشتغلنا عليها مصانع في السعودية بعدها طبعا جات فكرة أبوظبي ودخولنا في أبوظبي كانت كبيت خبرة مش كمكتب استشاري فقط لا دخلي مكتب استشاري وفوق المكتب اللي هو البيت الخبرة البيت الخبرة اللي هو التصنيف الأعلى اللي هو يقبل من الدفاع المدني في أبوظبي عساس أن يقدم المخططات هذه جميل يعني محطة رائعة في حياتك وائل تشاركنا إياها وانت الآن بعمر 32 يعني بديت بهذه الخطة للمرة الأولى في عام 2008 وانت ما زلت على يعني ما زلت في مقاعد الدراسة ونحن الآن في 2017 وعلى مقربة من أنك تكمل عشر سنوات وانت تشتغل في مجال أنظمة حماية الأرواح راضي عن النجاح اللي أنجزته والله إلى اليوم الحمد لله رب العالمين الواحد فقط يشكر الله سبحانه وتعالى ويشكر كل من ساهم أيضا في هذا النجاح نحن كرضى الحمد لله رب العالمين وصلنا إلى اللي خلينا نقول طمحنا له وحاليا اللي خططنا لأعلى من هذا اللي خططنا اللي هي التوسع ما بعد طبعا الإمارات قطر واللي بدأنا للخطوات طبعا فيه بدأنا تسجيلنا في قطر وإن شاء الله نتوسع شوي شوي جميل ندعو لكم بالتوفيق أنت وجميع الشباب العماني المكافح الذي يحاول أن يقاتل من أجل طموح وحلم يبادر بين حين وحين حيثما بدأ وحيثما كان بإذن الله تنجحوا وتكونوا موفقين في مشاريعكم هذه ولا تنسوا برنامج البث المباشر دائما ما يتحدث عن هذه التجارب وهذه النماذج وارك الله فيك أجمل الشكر والتحايا والتقدير للمهندس وائل بن راشد المحرزي المدير التنفيذي لشركة أمان لهندسة الوقاية من الحريق طبعا المهندس وائل يعني مشتغل في أنظمة حماية الأرواح وبالتأكيد هذا قطاع بمخاطر عالية جدا يعني يمس الأرواح بطريقة مباشرة كان نود لو نتحدث عن مخاطر هذا القطاع والاشتغال فيه نحن ألمحنا إلى جزئيات منه ولا يكفي الوقت لأن نتمدد أكثر في هذا الحوار كل الشكر والتقدير لك مهندس وائل شكرا شكرا جزيلا لكم وكل من ساهم في نجاحنا سواء إعلاميا سواء دواجدنا معكم هنا وكذلك الهيئة العامة للدفاع المدني والأسعاب بحكم إحتكاكنا يوميا وبحكم الجهود اللي ينفذوها يوميا طبعا في مختلف مناطق السلطنة نحن فخورون فيكم وائل فخورين بكل الشباب المنجز والمعطاء والمبادر من أجل وطن ومن أجل أبناء الوطن بهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج البث المباشر وتعرفنا على نموذج آخر شركة أمان لهندسة الوقاية من الحريق مع المهندس وائل بن راشد المحرزي قطاع واعد من الممكن أن يتم الاشتغال فيه جزئية جدا مهمة أنا نسيت أن نتحدث فيها وائل ناخذها الحين على سريع مستعد أنك تشارك خبرتك؟ مستعدين والحمد لله سبق ثنين من الشباب العمانيين جونا والحمد لله اليوم عندهم شركتين ومنافسين لنا يعني تتقبل المنافسة بكل رياضية جزاك الله خير بارك الله فيك وائل بن راشد المحرزي صاحب شركة أمان لهندسة الوقاية من الحريق بهذا مستمعين الكرام يحييكم طاقم برنامج البث المباشر في الإعداد الزميلة عيشة البلوشية والزميل خالد الحجري تحيائي شخصيا أحمد بن سالم الكلباني في التقديم وهذه تحياء مخرجي البرنامج عمار البلوشي حياكم الله حيها أرض الوفا حيها هنها رمز العطا هنها حيها حياكم الله